الله اكتب الله اكتب الله لا اله الا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا جديدة وقوية حديث شريف وخطير عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من لم يملك شهوته لم يملك عقله ولكن كيف تملك الشهوات بعض الناس عنده مشكلة عملية تصرف سيئ عادة سيئة تقول له هذه العادة موجودة عندك العادة السيئة يقول له لا بأس هذا الشخص ليس كلامنا معه البعض عنده مشكلة في تصرف في عادة سيئة وهو يقرب أنه مبتلى بعادة سيئة ولكن يقول ليس مهما كلامنا ليس مع هذا الشخص فأة فأة ثالثة شخص عنده عادة سيئة وهو يعاني منها ويريد أن يتخلص منها ولكن لا يعرف كيف وهذه فأة كثيرة من الناس كلامنا مع هؤلاء كيف يمكن السيطرة على الشهوات كيف يمكن أن تملك شهواتك كيف يمكن بصورة خاصة كيف يمكن تغيير العادة السيئة التي تقر بأنها فيك وتريد أن تتخلص منها أشارككم في بعض النقاط بعض المعلومات في هذا المجال نقاط خمس النقطة الأولى قلل لا حجم باشي لا أموت لا لا تتمكن أن تحل المشكلة كاملة تتمكن أن تقلل المشكلة قلل لا تتمكن أن تعالج مرضا خلص أموت حل بعض المرض عالج بعض المرض تقليل تضييق دائرة المشكلة кі كيف تحديد تعديد من هذا الجانب تحديد من هذا الجانب تحديد تحديد زمني تحديد حالة تحديد مكاني تحديد الشيء مثلا مثلا تحديد الزمني كمثال أقول شخص مبتلى بعادة الاغتياب يغتاب الناس المؤمنين البعض بالفعل يعاني يعني هو يعلم أن هذه الصفة السيئة وهذا العمل السيئ موجود فيه وهو يعاني يحاول يريد أن يتخلص من هذه العادة لا يتمكن لا بأس قلص حدد اجعل وقتا قصيرا أم طويلا ولو قصيرا في هذا الوقت تلتزم بعدم ارتكابك هذا الشيء السيء الغتياب مثلا مثلا حدد ليلة الخميس أن لا تغتاب أحدا فيها مثلا أقول ليلة الخميس واصنع ذلك وأضبط نفسك حتى لو كان فيه شيء من الضغط على نفسك اجعل منبها في هذه الأجهزة الذكية في موبايل في أي شيء ينبهك بداية ليلة الخميس أن هذه الليلة ليلة عدم الاغتياب التزم في ليلة الخميس فقد التزم مثلا أنا أقول ليلة الخميس لعلك تحدد ساعة واحدة ساعتين ثلاث ساعات في هذه الساعات في هذه الليلة اضبط نفسك ولو بشيء من الضغط كلما أردت أن تغتاب أحدا فكر هذه الليلة ليلة الخميس أنا قررت أن لا أغتاب أحدا فترة التزم بهذا التصرف شيئا فشيئا هذا التصرف يتبدل إلى عادة في ليلة الخميس تصبح لك عادة بعدما الاغتياب عندما حصلت لك عادة بعدما الاغتياب يعني بعد لا تحتاج إلى منبه طبيعيا أنت تتذكر طبيعيا أنت تنظبط بعد شهر بعد شهرين بعد فترة صارت هذه عادة إيجابية أضف إليها ساعة أخرى أضف إليها ليلة الاثنين مثلا أي وقت آخر أولا قلل دائرة المشكلة لسان حال أو لسان عمل كثير من الناس إما يحل المشكلة أو يتركها لا اجعل بينهما حدا لا تتمكن أن تترك العادة السيئة ولا تعطي لنفسك كل شيء اقطع شيئا مثلا زمنا من هذه العادة السيئة نقطة ثانية استخدام أسلحة جديدة قوية عندما نريد أن نقابل العادات السيئة أن نقابلها ببعض الطرق وبعض الأسلحة لا توجد أسلحة أخرى من جملة الأسلحة أسلحة أسلحة عديدة ما توصل إليها العلماء وهي أكثر كثير مما توصل إليها العلماء ولكن ما توصل إليها العلماء إحدى الأسلحة التي عادة ما يغفل عنها في هكذا مشاكل لا تستخدم عادة لا تستخدم وهو سلاح النافذ سلاح الخيال الخيال تعلمون قوة عجيبة في نفس الإنسان تطور الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا بالخيال إلا بالتصورات تصورات الأشياء غير الموجودة غير الواقعية بدون هذا أصلا البشر لا يتمكن أن يتطور قوة الخيال تأثيرها تأثير نفسي جسماني يؤثر على جسم الشخص التصورات الشخص لمدة ثلاث دقائق خمس دقائق يتصور أنه يأكل طعاما يحبه كثيرا بعد دقيقة بعد دقيقتين يحسب أن اللعابة فمه زاد معنى ذلك أن هذه التصورات غير الواقعية ألا لا يأكل هو شيئا تصور أنه يأكل تصور أن أأكل هذه اللقبة اللقبة الثانية اللقبة الثالثة شيئا فشيئا يزداد لعابة فمه يعني حصل تغيير في جسمه أصلا بسبب التصور العياذ بالله هؤلاء الشباب الذين ينحرفون جنسيا يبدأون بالتصورات صور ذهنية غير واقعية يتحرك في جسمه شيء يتغير في جسمه شيء يعني التصور يغير داخل جسم الإنسان يحرك العضلات يحرك الغدد الغدد تعمل بسبب الخيال بسبب التصور الخيال قوة عجيبة الخيال والتصورات الذهنية قد توجد في نفس الإنسان أمراضا عامة الأمراض النفسية بالخيال الخيال من الطرق المؤثرة التي لا يستغني عنها أي مريض نفساني الخيال طريق لعلاج الأمراض النفسية في نفس الوقت يوجد أمراض نفسية إذا تضبطه ضبطا صحيحا يعالج أمراض نفسية بل يعالج أمراض حتى جسمانية تعلمون الآن سنوات العالم الطب في العالم مشغول بعلاج أمراض جسمانية بالتصورات بالخيال أنت تعلم أن هذه صور ذهنية هي الصور الذهنية تؤثر عند الشخص مشكلة في تصرف في عادة سيئة تتمكن أن تستخدم الخيال لعلاج هذه العادة السيئة نعم تتمكن أذكر لكم مثالة لأمثلة كثيرة بعض الأشخاص يتصرف تصرفات سيئة عندما يكون لوحده عندما يكون في غرفته لوحده مثلا يعمل أشياء سيئة عندما أقول سيئة أحيانا المحرمات أحيانا لا أصلا ليست محرمات أشياء سيئة حالة الوحدة حالة أنه هو في مكان لوحده لا يوجد أحد يلاحظه هذه الحالة تجره إلى ارتكاب بعض الأعمال السيئة إحدى الطرق السهلة تحريك الخيال كيف؟ اجعل في هذا المكان الذي ترتكب فيه عملا سيئا صورة عينين هذا الشيء أنا لا أقوله هذا الشيء توصل إليه العلماء من قبل منذ سنوات اجعل صورة عينين أنت تعرف أن هذه صورة ولكن هذه الصورة تؤثر لأنها تحرك الخيال فيك اجعل صورة كامرة مراقبة في هذا المكان كأن شخصا يراقبك هذا هو يؤثر يؤثر إما يحل المشكلة أو يقلل اجعل صورة شخص تحترمه تعزه أي شخص صورة أبيك صورة عالم صورة شخص تعزه هذه صورة تعرف أن هذه الصورة ليست واقعة ولكن هذه الصورة تؤثر اجعل هذا فيه تفصيل لا أريد أن أفصل اجعل صور مثبتات بعض الأشياء تثبت تخرب هذا الشيء السيء انظر ما الأشياء التي تخرب على هذا الشيء السيء اجعل صورة منها في غرفتك مثلا أقول في غرفتك هذا يؤثر ثانيا استخدام أسلحة جديدة السلاح والخيال من جملة الأسلحة ثالثا العواطف البشر خليط من العقل والعواطف نسب العقل والعاطفة في البشر مختلفة في الرجال مختلفة في النساء مختلفة بين الرجال والنساء درجات في الأمور التي نحاول أن نعالجها في أنفسنا عادة ما يستخدم البشر الأمور العقلية هذا شيء حسن ولكن الأقوى تأثيرا هي الأمور العاطفية في العادات السيئة التي تريد أن تقلع نفسك عنها لا تستخدم العقل استخدم العقل العقل له تأثير ولكن ركز على استخدام العاطفة شخص مثلا مثلا أقول شخص سريع الغضب كثير الغضب يعاني مرة شخص تقول له أنت سريع الغضب يقول له أنا غضبي في محله لا بأس إحنا كلامنا ليس مع هؤلاء شخص آخر سريع الغضب تقول له حل مشكلتك يقول ليس مهما أيضا كلامنا ليس مع هؤلاء بعض الأشخاص يعاني من هذه المشكلة وهو يريد أن يتخلص منها لا يعرف كيف كلامنا مع هؤلاء ماذا يقول هذا الشخص لنفسه إذا يريد أن يعالج هذه المشكلة يقول سرعة الغضب كثرة الغضب شيء ضار هذا تحريك العاقل هذا عقلي لا العقل له تأثيره اعمل شيء قليل حرك عاطفتك اصنع لنفسك عواطف تجاه سرعة الغضب مثلا مثلا أقول الشخص هذا عنده أولاد أبناء وبنات عنده أولاد يحبهم كثيرا لا تقول لنفسك الضرر قل لنفسك إذا غضبت كثيرا إذا غضبت بسرعة هذا يؤثر على أولادي أبناء وبناتي هم يتعلمون هذا الشيء السيء أنا أورثهم شيئا سيئا مدمرا لحياتهم هكذا أقول لنفسك هذه عواطف حبه استخدم حبك لأولادك مثلا أقول استخدم العواطف رابعا وما أعظمها من نقطة النقطة الرابعة جدا عظيمة جاء رجل إلى المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال يا أمير المؤمنين هل أقبل وأنا صائم هل يجوز أن أقبل زوجتي وأنا في حال الصيام فقال عليه الصلاة والسلام أف صومك اجعل صومك عفيفا اجعل صومك بعيدا عن المزلات هذا مزل هذا محل سقوط هي قبلة لا ممكن أن تجرك إلى أشياء ثانية قال عليه الصلاة والسلام عف صومك شاهدي في هذه العبارة فإن بدأ القتال اللطام شخصان يتقاتلان فجأة لا قبل أن يتقاتل يتسابان ثم تتطور المشكلة يتلاطمان ثم تتطور المشكلة يتقاتلان بدء القتال اللطام مرة واحدة الإنسان لا يقفز الحياة كلها هكذا الفلاسفة يقولون الطفرة محال أصلا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بعيدة لا هي الحياة كلها كل شيء في الحياة الشيء الحسن الشيء السيء كل شيء في الحياة خطوات خطوة بعد هذه الخطوة تأتي خطوة ثانية تأتي خطوة ثالثة إلى أن يصل الإنسان إلى نتيجة حسنة أو نتيجة سيئة مشكلتنا أننا نريد أن نحل المشكلة في الخطوة الأخيرة لا يمكن أن تحل المشكلة في الخطوة الأولى ما الذي يؤدي بك إلى هذه العادة السيئة في البداية سد الباب عليه تنتهي تستمر تستمر عندما تصل إلى فورة كمثال أقول فورة تريد أن ترجع صعب تقول أحاول لا أتمكن عشرات المرات محاولات أن يترك الشخص عادته السيئة لا يتمكن لماذا؟ لأنك تحل المشكلة في آخر مرحلة في المرحلة الصعبة إذا سعيت لحل المشكلة في الخطوة كمثال أقول لكم مثالا قلنا كلامنا ليس عن المحرمات فقط عن العادات السيئة شخص متعود على الإفراط في الأكل مثلا مرة الشخص يأكل كثيرا بصورة إفراطية تقول له أنت تفرط في الأكل يقول لك لا أكل عادي خلص كلامنا ليس مع هذا مرة الشخص يأكل كثيرا بصورة إفراطية تقول له أنت تأكل يقول نعم أكل ولكن ليس مهما ليس بصدد علاج المشكلة أيضا كلامنا ليس مع هذا شخص في وقت الجوع على الأقل لا تصحبه عندما تكون في الصالة في الصالة عادة أنواع من الأطعمة مثلا موجودة لا تذهب إلى الصالة كثيرا تذهب إلى الصالة اذهب إلى زاوية ثانية الطعام لا يكون قريبا منك عندما تكون جمعة معينة تأكل كثيرا في هذه الجمعة حاولا تختصر عندما تكون أطعمة معينة تأكل كثيرا تجنب هذه الأطعمة انظر ما الذي يوقعك في هذه المشكلة في هذه العادة السيئة حل تلك المراحل السابقة فإن بدء القتال اللطام هذه قاعدة كبيرة عظيمة ذكرها المولى أمير المؤمن صلى الله عليه وما أعظمها من قاعدة في البداية الرواية عن شيء آخر الأمام عليه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القاعدة في مورد معين كلامنا ليس عن ذاك ليس عن الصيام في شهر رمضان كلامنا بصورة عامة هذه قاعدة عامة أعطاها المولى صلى الله عليه تجنب تجنب المزالق الأشياء التي توقع الشخص في هذه العادة السيئة أي أن كانت هذا محرمة عادة سيئة حتى لو لم تكن محرمة سد الباب من البداية هذا أسهل وأقوى تأثيرا عندما تريد أن تغلق المشكلة عندما وصلت إلى مراحل شديدة صعب النقطة الأخيرة سطر واحد حاول وحاول ولو ألف مرة اسألوا هؤلاء الذين عندهم عادات سيئة يحاولون أن يتخلصوا منها ولا يتمكنون أي عادة سيئة شخص يقول التدخين سيئ مثلا لو كان مقتنع عن أن التدخين سيئ ويريد أن يتخلص منها سنوات لا يتمكن أن يتخلص منها الأشخاص الذين يريدون بعض يقول التدخين ليس ضار لا أو يقول التدخين ضار ليس مهما لا الشخص الذي يقول التدخين ضار وهو يحاول أن يخلص نفسه من التدخين سنوات لا يتمكن لماذا لا يتمكن إحدى الأسباب حاول مرة حاول مرتين حاول ثلاث مرات عشر مرات فشل يترك لا لا تترك النقطة الأخيرة حاول ولو ألف مرة أنت تعرف أن هذا الشيء سيء كمثال أقول التدخين كمثال أقول للاغتياب كمثال أقول أي شيء سيء تريد أن تتخلص منه حاول وحاول وحاول لو باقي من عمرك يوم واحد حاول أن تتخلص من هذه المشكلة وتموت أحسن من أنه تكون فيك صفة سيئة أو عمل سيئ لا تتعب هذه الطريقة ما نفع الطريقة الثانية ما نفع الطريقة الثالثة طرق كثيرة كما قلت في بداية كلامي استخدام الأسلحة الجديدة والأسلحة الجديدة كثيرة فرصة أتيحت لنا في الدنيا اسمها العمر عندي عشرين مشكلة لا عندي ألف مشكلة فرضا ألف مشكلة إلا مشكلة أحسن من أنه أموت وعندي ألف مشكلة مئة مشكلة إلا مشكلة واحدة أحسن من أني أموت وعندي مئة مشكلة كاملة أسلحة أسلحة أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب اللهم اجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك اللهم بحق محمد وآل محمد أرضى عنا إمام زماننا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة